اصدرت رئاسة اقليم كردستان بياناً بشأن اجتماع النجف الذي عقد أمس في منزل زعيم التار الصدري مقتدى الصدر بحضور كل من رئيس التحالف والسيادة الشيخ خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس اقليم كردستان نيتشرفان بارزاني هذا وبحسب البيان فإن الوفد الذي زار النجف ناقش الوضع السياسي الراهن ومحاولاته التنسيق المستقبلي كما تبادل المجتمعون وجهات النظر حول التحديات وأكدوا أهمية الحوار بين كل الأطراف وحماية الأمن والاستقرار السياسي وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة المشاكل والاستجابة لمطالب الشعب بالخدمات